الويت المتحدة الأمريكية منذ مايو 2010 كان عندها سياسة الاستدارة شرقا قالت الشرق الأوسط ده حنا كنا موجودين فيه السببين البترول وبقى عندنا فاقب نينو بنصدره وكنا موجودين لحماية إسرائيل وإسرائيل بعد ما يسمى بالربيع العربي قدرت تحمي نفسها بل بالعكس هي بقت أقوى من كل الدول اللي حواليها النهاردة اللي حصل شافيه الحسابات دي كلها خاطئة إن العالم لن يتخلى عن الطاقة الأحفورية على الأقل في المدى القريب ثانيا إن أمن إسرائيل كما تتصوره الويت المتحدة الأمريكية غير كامل وغير مكتمل وبالتالي بدأوا يرجعوا لكن هم اكتشفوا حاجة لما طلعوا من الشرق الأوسط الفراغ ما ينفعش يسيبوا فارغ إن روسيا والصين حاول يملأوا هذا الأمر الصين عملت اتفاق السلام التاريخي ما بين السعودية وإيران في مارس اللي فات شافين فيه مقبولية للحضور الروسي وقبول للروس في المنطقة فاكتشفوا إن هم أخطأوا زاد من إحساسهم بخاذ الخطأ إن إدراكهم للنجاح أو الانتصار في الحرب الروسية الأوكرانية غير مضمون يعني ممكن أوكرانيا تخسر استراتيجيا قدام روسيا وبالتالي هو محتاج يرجع تاني للشرق الأوسط فبالتالي ما حدث يوم 7 أكتوبر هو كان مظلة وممر ويعني حيلة لكي يعود مرة أخرى للشرق الأوسط وعشان كده ممكن نطرح السؤال لو الحرب خلصت بكرة أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين هل الأصول العسكرية الأمريكية هتتركوا الشرق الأوسط؟ أنا تأدير الشخصي أنه لا أنهم جاءوا ليبقوا حتى لا يكونوا هناك المنافسون اللي لما كان فيه يعني احتمال أنهم يغيبوا من المنطقة هؤلاء المنافسون المحتملون عادوا وتجزروا وتعمقوا وأصبح لهم مقبولية في الشرق الأوسط لا هم عايزين يرجعوا مرة أخرى وأفضل باب ممكن يرجعوا منه هو الباب الإسرائيلي لأن إسرائيل أستاذ يوسف هي مخزن للسلاح الأمريكي في المنطقة وفي العالم أمريكا في حرب أكتوبر وده ليه علاقة بحرب أكتوبر بمناسبة فحرب أكتوبر الوات المتحدة الأمريكية عمل الجسر لإسرائيل الحرب خلصت طب السلاح يعمل إيه؟ كان الطبيعي يرجع الوات المتحدة الأمريكية فكروا قالوا لا إحنا نعمل مخازن للأسلحة الأمريكية في إسرائيل فإسرائيل دولة مهمة جدا لأن فيه ناس بتسأل ليه أمريكا بتعمل كل ده لإسرائيل؟ الرئيجي وبايدن بيقول مصطلح بس ما بفصروش بيقول النظام العالمي القائم على القواعد الناس بتسأل إيه القواعد؟ القواعد هو نظام القائم على مصالح الدول المنتصرة في الحرب العالمية التانية إن لازم هذه المصالح تبقى وتستمر طب إيه اللي يضمن إن هذه المصالح تبقى وتستمر؟ إحنا فكرين إن إسرائيل آمت في مايو 1948 يعني بعد الحرب العالمية التانية بتالي سنوات فهي جزء من هذه القواعد أفول أحد هذه القواعد وهي إسرائيل أو إضعاف إسرائيل هو بمثابة مقدمة لأفول كل النظام القائم على القواعد وبالتالي الناس بتسأل لأمريكا بعتت حاملات طائرات لإسرائيل وبعتت هشل أوكرانيا وبعتت هشل تايوان لا تايوان أو حتى أوكرانيا مش مرتبط أوي بالنظام القائم على القواعد لكن إسرائيل جزء من هذا الأمر لكن الدور المصري يا سيد يوسف أنا في رأيي في هذه الأزمة كان دور بالفعل مبدع وبدون أي يعني مزايدة الدور المصري كان مبدعا بحق لي يا سيد يوسف شوف النظرة على مستوى الدولي يعني اللي هي أصعب شيء وأصعب بيئة ممكن تشتغل فيها الإسبوع الأول من الحرب كل دول العالم مع إسرائيل بالكامل كل دول العالم يتهم الفلسطينيين كل الفلسطينيين أنهم إرهابيين لدرجة يا سيد يوسف الحاكم حاكم ولاد فولردا ومرشح الانتخابات روند سانتش وصف أطفال غزة الأطفال وصفهم بأنهم يعني يكرهون السامية ويكرهون الإسرائيل هذه الرواية إدرت مصر تعمل لها تغيير كامل لمصر قالت لهم أن ما حدث أو ما يحدث من حرب لم يبدأ في 7 أكتوبر أن الرواية الإسرائيلية الرواية الفلسطينية فصول المأساة الفلسطينية لم تبدأ في 7 أكتوبر 20-23 ده هي بدأت من 7 عقود وربما قبل ذلك ده نحن كان عندنا سنة 1936 السورة الفلسطينية الكبرى ضد الاحتلال الإنجليزي ولطلبوه بجلاء الإنجليز وطلبوه بعدم هجرة الإسرائيليين إلى فلسطين قرار تقسيم فلسطين بالمناسبة مش هو القرار 181 لسنة 1948 ده فيه لجنة اسمها لجنة بيل وود دي سنة 36 كانت بتدعو التقسيم فلسطين حاجة تانية ستزيصف مهمة جدا حق الدفاع عن نفس التحدث عنه إسرائيل يمكن قبل الهواء كنت بقول لها حضرتك لا في المقدمة الخاصة بالأم التحدة اللي كتبوها في سن فرانسيسكو سنة 1944 ولا في المادة 51 ممكن السادة المشاهدين يجبوا نص المادة دلوقتي 51 من الفصل السابع الأمم المتحدة ما فيهاش أي حق لدولة محتلة للدفاع عن نفسها لا يحق الدولة محتلة أن تدفع عن نفسها هو ما فيه منطق ما فيه منطق